لكن ايه بقى اللي قاله البريمير ليجو هو بيطلع الفيديو ده النهاردة؟ يلا نستعرض البيانات اللي اتكتبت النهاردة في هذا السياق يلا بينا مبدئيا قالوا كما ذكرنا بعد وقت قصير من صفيرة نهاية المباراة بنتوتن هام وليبر بول واعترفنا في بيان بحدوث خطأ بشري كبير خلال المباراة والذي ندرك أنه كان يجب أن يؤدي إلى احتساب هدف من خلال تدخل مسؤول الفيديو كما هو الحال مع جميع حالات الأهداف قام مسؤول الفيديو بفحص كل جانب من جوانب الهدف بعدما تم إلغاؤه من قبل حكام الساحة بداعي التسلل بدأت مرحلة الفحص والعملية تم تنفيذها بشكل صحيح كان اختيار نقطة التسلل صحيح تم استخدام خط سنائي الأبعاد اللي هو 2D بوضع واحد على قدم المدافع الثاني في الخلف اللي هو روميرو في وضع الصحيح أظهرت الصورة التي تم إنشاؤها أن لويس دياز لم يكن متسللا دون الحاجة لرسم خط تاني لأن بيني وبينكم دي بالعين المجردة يعني فمحتاجوش يروحوا جايبين خط تاني للمهاجم علشان يجيبوا بقى أزرق والأحمر لكن حدث حالة من فقدان التركيز وهي بيني وبينكم دي لحظة غياب تركيز ثانية دمرت الكرة الإنجليزية الثانية دي غايب حكم الفيديو المساعد عن القرار الميداني وحدث خطأ في التواصل بقول كلمة اكتمل التحقق اللي هو complete check complete وبالتالي أكد قرار التسلل اللي كانت تم اتخاذه على أرض الملعب من دون قصد حدث ذلك دون تواصل مع حكم الفيديو المساعد تم استئناف المباراة وبعد عدة ثواني الأوبريتر قال لهم استعلم عن نتيجة التحقق بأن الصورة اللي تم عرضها مش تسلل وأن ده مخالف للقرار المتخذ في أرضية الملعب نظر فريق الحكم في الفيديو لإمكانية إيقاف المباراة مسؤول الفيديو ومساعده قالوا أن البروتوكول لا يسمح بحدوث ذلك وقررا أن تدخل غير ممكن لذا تم استمرار اللعب قالوا بقى يمكن كبيان بقى لجنة الحكام نؤكد أننا أجرينا مراجعة للظروف اللي أدت إلى إلغاء هدف لويز دياس بشكل غير صحيح ندرك أن المعايير لم ترتقي إلى مستوى التوقعات واعترفنا بالخطأ لليبر بول مباشرة بعد انتهاء المباراة تم تقديم تقرير مفصل بما حدث بما في ذلك الدروس الأساسية والإجراءات الفورية المتخذة إلى جانب التسجيل الصوتي بين المسؤولين على أرض الملعب وطاقم الفيديو إلى الدور الإنجليزي الممتاز الذي شاركه مع نادي ليبر بول وبعد ذلك جميع أندية الدور الممتاز الأخرى حددت مراجعة عمليات صنع القرار على أرض الملعب وفي الفار وتطبيق مبادئ صنع القرار الدروس الآتية التأكيد على حكام الفيديو أن الكفاءة لا يجب أن تأتي على حساب الدقة أبدا تطوير بروتوكول اتصال بين الحكم وفريق تقنية الفيديو فيما يتعلق بالقرارات على أرض الملعب كخطوة إضافية سيؤكد مسؤول الفيديو نتيجة عملية التحقق مع مساعد تقنية الفيديو قبل تأكيد القرار النهائي لحكم الساحة وقبل الاستئناف عدم السماح لتصاقم حكام الفيديو من التواجد في المباريات المتبقية من الجولة السبعة اللي هم الفار والمساعد لأنه هم سرحوا سنيتين بوازة الدنيا وكذلك الجولة السامنة من مباريات الدوري الإنجليزي مراجعة السياسة للسماح لحكام المباريات بإدارة المباريات خارج موعيد الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم ليه؟ النقطة الأخيرة دي قبل الفاصل لأنه حكم الفار ومساعد حكم الفار أقول لكم أساميهم حكم الفار إنجلند والمساعد دانيال كوك كانوا المبارادي يوم السبت يوم الخميس قبلها بيومين كانوا في الإمارات بيحكموا مباراة في الدوري الإماراتي بين الشرق والعين اللي كسبها العين 3-2 من بعد المباراة دي والخطأ التحكيمي ده اللي هم كانوا السبب فيه بدأت النقاشات والبعض قال لك إيه بقى ورحوا لحتة الندول كانوا في الإمارات أول مبارح يوم الخميس 28 سبتمبر وبعدها لما جوم إنجلترا يوم السبت 30 سبتمبر ظلموا بقرارهم ليبر بول اللي عادة بينافس منشستر سيتي المملوك للإمارات فواضح إن هي بقى إيه؟ مؤامرة إحنا أفشناكوا فطبعا اللجنة هناك حست إن ممكن يبقى فيها شبهة معهمش دليل لكن تعالوا نراجع السياسات ونقول للحكام إن بعيدا عن الاتحاد الأوروبي وبعيدا عن الفيفا لازم نشوف إيه السياسة اللي هنحطها لخروج حكامنا إلى الخارج الدروس المستفادة في هذا الأمر أولا إن الناس دي بتخطئ زينا بل أحيانا أكتر رقم اتنين إن الناس دي لما بتخطئ كلاجنة واتحاد وبريمير ليج بتعتذر بتعتذر بعد ثواني من حصول الأزمة رقم تلاتة إن هو بيحطه أمام الرأي العام والأندية كل الأدلة اللي بتطلبها الأندية علشان تبقى بتعتذر بجد ورقم أربعة إن هي بعد وبتخلص ده كله بتقول لك إيه خطواتنا المستقبلية لمنع تكرار هذه الأزمات دي دروس مستفادة مهمة إن احنا نحطها في اعتبارنا لأن بيني وبينكم هنبدل نغلط وهيبدل فيه تحكيم بيغلط زي ما فيه لعيد بيغلط ومدرب بيغلط وإعلامي بيغلط وأي حد في الحياة بيغلط الحكم هيغلط هم حابوا يقولوا إن التقنية مش غلط الخطأ بشري وطلعوا قرارات بعقوبات وأعلنوها قدام الناس هل ده ليبربول كده يقوله أنا استفدت إيه آه هو عنده حق يقوله أنا استفدت إيه بس على الأقل هيبقى كراجنة حكام وكدوري قدام الرأي العام بيحط كله قدام مسئولياته وبيحاول يثبت إنه خطأ غير متعمد فالناس تبدأ تستعيد الثقة تدريجيا ترجمة نانسي قنقر